ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة التانية بولوج بحر أشقار في الوقت الذي أعلنت فيها السلطات إغلاق معظم شواطئ مدينة طنجا في وجه العموم على غرار عدد من الشواطئ المغربية بالمدن التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وقد بدى العلال مستمتعا بقضاء عطلته رغم هذه الضرفية الخاصة كما وثقت الصور أيضا اكتساب جسمه لون برونزيا الأمر الذي أتار غضب النشطاء الذين حرموا من الاستمتاع بأشعة الشمس على رمال عدد من الشواطئ المغربية ومن ضمنها شاطئ أشقار الذي ظهر منه العلال حسب قولهم ومن أبرز التعاليق التي جاءت في هذا المنوال ما فهمتش وش المناطق اللي فيها الحالات بزاف كيتبحروا ويسافروا وحنا عدنا حالات أقل مانعين علينا البحر أشهد الفهمات الخاوية هو أختف طنجخلا وهيدخل البحر وحنا ناس طنجلا كيفاش ما نعرف حنا الناس طنجم حبسين وممنوع لنا بحرقه في أشقار نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي